موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية اهلا بكم في الاقتصادية شكل تعزيز تعاون ثنائي في المجال الفلاح محور مباحثات انعقد تمسين الاثنين بمكسيكو بين سفير المملكة بالمكسيك عبدالفتاح البار ووزير الفلاحة والتنمية القروية المكسيكي الجانبان تطرق إلى مجالات الفلاحة والتنمية القروية والزراعة الغذائية وانتاج الأسمد علاوة على توسيع فرص الاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي من كل البلدين للرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويعها أفدت الخزينة العامة للمملكة بأن صافي الإيرادات الجمهوركية الذي بلغ ما يقرب 56 مليار درهم فاصل 35 في نهاية غشت 20-22 بتسجيل ارتفاع بنسبة 23% فاصل 1 مقارنة بمستوها خلال نفس الفترة من العام السابق تأخذ هذه الإيرادات التي تشمل رسوم الجمهوركية وضريبة القيمة المدافعة على الوردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة تأخذ بعاني الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغ 178 مليون درهم في نهاية غشت 2022 وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادي افتاح العلوي والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي أو المغرب العربي وملت بالبنك الدول أمس بالرباط اتفاقية قرد بقيمة 236 مليون أورو فاصل سبعة لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أشار إلى أن البنك الدولي قدم على هامش هذا الاجتماع تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة توقع الاتحاد الأوروبيان يتراجع محصول الثرى في أوكرانيا بنسبة 24% مقارنة مع العام الماضي وبنسبة 5% عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32 مليون طن هذا وضفت الهيئة الأوروبية أن أوكرانيا شهدت انخفاضا في المساحة الفلاحية المخصصة لزراعة الثرى ودوار الشمس كما حذرت الهيئة الأوروبية من أن حوالي 4% من انتاجية الثرى و10% من دوار شمس و7% من فول الصوية هي في مناطق تشهد حاليا مواجهات عسكرية أما بخصوص المحاصيل الشتوية التي انتهى موسم حصادها أشارت إلى أن الحصة تبلغ 22% من مجمل انتاج القمح اللين و20% من الشعير نهاية النشرة الاقتصادية لليوم شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة في عمال الله شكرا لكم